مجزون ليهم الأنباء من يمن شباب أهلا بكم قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي إن دماء الشهداء لن تضع هدرا جاء ذلك خلال تقدمه مرسيمة أشجيع اللواء الركن أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة اليوم في مدينة مأرب كما تعهد الوزير المقدشي بانتزاع العاصمة صنعاء ودحر ميليشيا الحوث الإرهابية من المناطق التي تسيطر عليها ورفع العلم الوطني الجمهوري في جبال مران في محافظة صعدة دعا ملتقى أبناء مدريات ساحل محافظة تعز القيادة الشرعية إلى التصدي للكيانات المشبوهة التي تسعى لاستيطرة على المقدرات الوطنية في إشارة منه للمكتب السيجاسي الذي علنت عنه مؤخرا قوات غير نظامية يقودها طارق صالح كما طلب الملتقى في بيان له قيادة الشرعية بتفويت الفرصة أمام كل من تسوي له نفسه المساس بسيدة الوطن ومشروعه الجمهوري وأن تمنع استخدام ساحل تعز والحديدة منطلقا للمؤامرة على اليمن واليمنيين أدنت منظمة سام للحقوق والحريات قرر إعدام أصدرته ميليشيا الحوث الإرهابية بحق تسعة من نشطاء ثورة الحادي عشر من فبراير المختطفين في سجن في محافظة حجة كما نجدت المنظمة الاجتماع الدولي بضرورة التدخل الفوري والتحرك لوقف أحكام الإعدامات المتكررة التي تصدرها جهات خارج عن القانون كما حملت سام ميليشيا الحوث المسؤولية الكاملة عن حياة أولئك النشطاء إلى موضوع آخر حيث ولنت سلطة الصحية تابعة الحكومة الشرعية عن تسجيل 51 حالة تعافل من فيروس كورونا في أعلى معدل يومي مضو تفشي الموجة الثانية من هذه الجائحة وذكرت لجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في تقريرها اليوم الاثنين أنها سجلت 82 حالة إصابة جديدة واثنتين عشرة وفيات بهذا الوباء أقرت ورشة عمل في محافظة المكلة أو عفوا في حضر موت وضع دراسة تحليلية حول أسباب عزوف النساء عن المشاركة السياسية وشددت الورشة التي أقمتها شبكة نساء من أجل اليمن بالتعاون مع مؤسسة تجديد عراق ومجموعة التسع شددت على تخصيص برامج توعوية من قبل الأحزاب السياسية تتضمن مشاركة المرأة إذن هذا ما لدينا حتى الساعة في أمان الله اشتركوا في القناة